اشتركوا في القناة حول اختسال ام المؤمنين حدثنا عن عن قال سمعت ابا سلمة يقول دخلت انا واخوها عائشة على عائشة فسألها اخوها عن غسل النبي فدعت بانق نحو المنصع فاختسلت وافاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب بعدين كده بيقول لنا عن شعبة قدر صاع ليس في صدري منه شيء معاذ الله ولكني اريد ان استزيد من العلم واحكم قولي هنا في واحد بعد سؤال عن اختسال عائشة قدام ابا سلمة واخوها لما دخل عليها وسألوها عن غسل النبي والغسل المعروف هو انه بعد الجماع فيه غسل يعني فعائشة جابت اناء نحو المنصع من المياه واختسلت وافاضت على رأسها وبينها وبينهم حجاب فالسائل بيستفهم ايه معنى الكلام ده خلينا نشوف الاجابة بدون ايه فالحديث المذكور رواه البخاري ومسلم واللفز للبخاري ولم يذكر لنا السائل ما هي القضية المصارى حول هذا الحديث وان كان يعني الاستنكار ان تختسل عائشة رضي الله عنها بمحضرهم فهي رضي الله عنها لم تختسل بحيث يرونها تختسل تخسل كل بدنها فانه كان بينها وبينهم حجاب كما في نص الحديث في رواية مسلم في صحيحه بيقول كده وبيننا وبينها ستر وافرغت على رأسها سلاس وانما رأيها تخسل شعرها ورأسها وهذا لا اشكال فيه لانهما محرم لها فاحتهما اخوها من الرضاع كما في قول ابي سلمة ابن عبد الرحمن دخلت على عائشة انا واخوها من الرضاع كما في رواية مسلم وابو سلمة نفسه محرم لها لان عائشة خالته من الرضاع ايضا هنا الحديث جي في البخاري ومسلم والشيخ بيسأل يعني لما يروحوا لعائشة ويسألوها عن وصل النبي عادي يعني دي حاجة عادية وانا هنا عندي سؤال هو فيه مسلم ممكن يسأل امه اللي ولدته ابو كان بيختصر ازاي بعد الجماع وازاي يعني ما يروحوش يسألو ابو بكر او عمر ليه بيروحوا لعائشة بالزيت يعني وبعدين بيقول ان عائشة كانت حتى اصطرة بينهم وتجردت من ملابسها طبعا ده اكيد مش هتختصل بهدمها يعني وشافوا الميا وهي بتختصل بها الميا بتنزل على شعرها واعلي جسادها وقال لان ده عادي دول ما حرامها ده اخوها من الرضاع والتاني عائشة بتكون خالته برضو من الرضاع اختها المكاسوم يعني هي اللي رضعته فاصبحت خالته طيب هنا برضو في اسئلة كتير يعني لازم نسألها هل غسل الراجل زي غسل الست هل حجم الرسول كان زي حجم عائشة عشان تستخدم نفس كمية الميا طيب نكمل ونشوف هيقول لنا ايه تاني ومن المعلوم انه لا حرج على الاخ او ابن الاخت لو رأى اخته او خالته تخسر شعرها قال القضي عياد في اكمال المعلم شرح صحيحة مسلم ظاهر الحديث انه ما رأي عملها في رأسها واعالي جسدها مما يحل لزي المحرم النظر فيه الى ذات المحرم واحدهما قال كما كان اخوها من الرضاع قيلة انه اسمه عبدالله ابن يزيد وكان ابو سلمة ابن اختها من الرضاع وانا هنا عايز اقول لكم حاجة يعني هما رأي عملها في رأسها واعالي جسدها مما يحل للمحرم النظر اليه طب ايه هي عورة المحرم عورة المحرم من السرة للرقبة وعائشة كانت طبعا مغطية بس سايبة كده ايه يعني مغطية من السرة للرقبة والباقي هما شايفين وشوفوا معايا بيقول ايه انهما رأي عملها في رأسها واعالي جسدها مما يحل لزي المحرم النظر فيه الى ذات المحرم طيب شوفوا معايا الحديث فتح الباري بشرح سهل بخاري والباقي العنوان قدامكم يقول ايه في فتح الباري اما المحرم فالصحيح انه يباح نظر بعضهم الى بعض لما فوق السرة وتحت الرقبة قال وجميع ما ذكرنا من التحريم حيث لا حاجة ومن الجواز حيث لا شهوة يبقى لما يقول رأي عملها في رأسها واعالي جسدها مما يحل المحرم نفهم انها كانت ايه كانت بس مغطية من السرة للرقبة وكمان هوريكم ممكن المحرم يعملوا ايه مع بعض شوفوا معايا في كتاب المبسوط كتاب الاستحسان بيقول لنا ايه ان محمد ابن ابي بكر رضي الله عنهما ادخل يده في هودج عائشة رضي الله عنها ليأخذها من الهودج فوقعت يده على صدرها فقالت من الذي وضع يده على موضع لم يضع احد الا رسول الله فقال انا اخوكي يعني عهادي في الاسلام لما اخوها اخو عائشة وضع ايده على صدرها هي بقى عادة تسأل مين اللي بيحط ايده في المكان اللي محدش بيحط ايده عليه غير رسول الله وبصراحة الكلام دعيب هل في واحدة لو لقيت حد حط ايده على جسمها تسأل مين اللي بيحط ايده وكده وتتكلم بالطريقة اللي عائشة بتتكلم بيها دي طيب دلوقتي عايزين نتأكد ونشوف مع بعض ان المحارم بتغطي برضو من السرر الرجبة وكمان بيلمسوا يعني يغطوا من السرر الرجبة ويلمسوا الاجزاء الجسم عادي دي المحارم بالنسبة لبعضهم في الاسلام ونكمل الاجابة عشان نشوف ايه بيهايقول لنا ايه تاني ولولا انهما شاهد زلك ورقياه لم يكن لاستدعائهما الماء وتهرها معنا اذ لو فعلت زلك كله في ستر عنهما لكان عبسا ورجع الحال الى وصفها له ويكون الستر الذي بينها وبينهما عن سائر جسدها وما لا يحل لهما رؤيته كما شاهد غسل النبي من وراء السوب وتقطع عن رأسه حتى ظهر لمن اراد رؤيته وانما فعلت ام المؤمنين زلك بقصد التعليم بطريقة عملية ليكون اوقع في النفس يعني ممكن اي حد يقدر يشرح بالكلام لكن عائشة شرحت بالفعل علشان يكون اوقع بالنفس علشان كده جبت الميا واختسلت علشان كده بيقولوا لو هي احتاج جبت عنهم ده كان هيكون عبس يعني انها تختسل وهم مش شايفينها يعني وخلينا نكمل الاجابة بيقول لنا ايه قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري وفي فعل عائشة دلالة على استحباب التعليم بالفعل انه اوقع في النفس ولما كان السؤال محتملا للكيفية والكمية ثبت لهم ما يدل على الامرين معا اما الكيفية فبالاقتصار على افاضة الماء واما الكمية فباكتفاق بالصع وانا هنا عندي سؤال دلوقتي يا عائشة حجمها هل ممكن يكون زي حجم الرسول يعني كمية الميا اللي هي بتعتبر صع يعني دي تكفي للراجل زي ما بتكفي للست يعني حوالي اللتر او اللتر ونص يعني تختسل بلتر كده يا ميا والسؤال الاهم هل كانوا بيقمنوا يعني يقمنوا الفتنة على بعضهم يعني الواحد يشوف محارمه وها بتختسل هو بيقمن الفتنة على نفسه وهم طبعا بيتفرجوا عليها وعلى شعرها ويبتختسل فانا هوريكم حاجة يعني انتوا هتستغربوا لها جدا في كتاب المبسوط كتاب الاستحسان نظر الرجل الى المرأة بيقول ايه عن عمار بن ياسر انه خرج من بيته مزعورا فسئل عن ذلك فقال خلوت بابنتي فخشيت على نفسي فخرقت ايه رأيكم عمار ترى يقول للناس ان اشتهى بنته كان قاعد معهم الواحد يعني هو وبنته الواحدهم في البيت اللي هي بتعتبر بنته من محرمه وخاف وطلع يجري من البيت يطرى الرجالة دي بعد ما شافوا عائشة وهي بتختسل كيف يفكروا فيها ازاي والليه الرجالة دي ما رحوش سألوا الصحابة القبار وفكروا في الاسئلة دي والتقي بيكم في الحلقة القادمة من سين وجيم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة